لا وشو دلي ايات كفالة طبعا سمسطفى الخصم تلقى صراحه وهو حر بدون كفالة وبدون لا كي لا خمسة المليون ولا اي تدبير هو حر كما كان وسيبقى حر اخي المجتمع ما كين لا خمسة المليون لوله مصطفى الخصم اخلي سبيله بدون درهم ولا جوج بل بالعكس تحتاطه فرصة انه يجيب الاتباتات والدلائل على هاد الاقوال اللي قال ودلا بها وهاد الاختلاسات اللي كين وهاد الخروقات اللي كين في هذه الجماعة هاد اللي كترأسها هو جماعة امو الزركندر يعني هتتو المحكمة انها تجيب الاتباتات والدلائل بل بالعكس هاد الناس هادوا دي كون هم تورطين الصح هاد يتابعوهم قانونيا وغادي يتحكموا قضائيا والحمد لله كما قدتكم البارح انا عندي اتقاء عمياء اتقاء تامة في القضاء المغربي والنياب العامة هاد شي ما كان اليوم وقودتكم هاد تفاجعوا الى كانت اليوم ان شاء الله غادي مصطفى الخصم ما يخرج بدون كفالة قلت لكم هاد شي البارح وانا متأكد لان علش عمنا اتقاء كاملة في القضاء المغربي وفي النياب العامة المغربية الحمد لله يعني باخر خير في هذه البلاد وخاك نكونوا بعض الاحيان كنقولوا فقدنا الامان لكن كيبان بعض الاحيان كيبان واحد تسرجم فيه واحد ضوء الحمد لله تحية النيابة العامة المغربية والقضاء المغربي كانت منه انه هاد مصطفى الخصم تكون واحد البداية ديال اشراق النور من جديد في هذه البلاد هديد كانت منه انه يكون البداية ديال نهاية الفسد لان كان قصد الفسد الاداري يعني بصفة عمّة مخصناش يكون الفسد الاداري مثلا شي واحد تورد في شي قضية تورد في شي ميزانية تورد في شي مشروع ما شي هو هادك هذا كان الفلوس ديال الدولة الفلوس ديال الشعب الاخوات الخزينة ديال الدولة راه الشعب كخوة الشعب حتى هو اللي جيب دياله كخوة وإلى عمالة الخزينة ديال الدولة الشعب حتى هو إن شاء الله يعيش مرتاح لكن خصوه يكونوا نزهاء يكونوا يعني ناس شرافاء يترأسوا أي جماعة في المغرب وأي منصيب وأي إدارة في المغرب ولهذا أي واحد خصوه تورط أو أي واحد كان حاط يضيه في بلاصة مشيه يديك خصونا نفتحه تحقيق معاه وخصونا نعرفه الفلوس فيك تمشي الفلوس ديال الشعب الفلوس اللي كتنهب الفلوس اللي كتضيع هكا وصافه ما خصوش تضيع خصونا نعرفه فيك تمشي وكنتمنى أنها تكون هذه بداية ديال النهايات الفساد في المغرب تكون غيم مجرد واحد البداية ومصطفى الخصمي إن شاء الله بارئ وأكيد المتهم بارئ حتى تتبت إدانته وانا متأكد مصطفى الخصمي غادي نشيب إن شاء الله إتباتات ودلائل باش يورينا للمغربة كاملين أنه مصطفى الخصم كان بارئ ومصطفى الخصم كان غير واحد الحاجة اللي كينا كانتمنى أنه يتبت هاتشي كما شفتم مصطفى الخصم هاتشي كيدلل لأنه الحب ديال الناس لي من قاطع النظير كما شفتوا واحد مجموعة ديال الناس اللي جاوا أزروه سواء كان في الفيس فوق مواقع تروصو الاجتماعي أو الناس اللي يحضروا تماما جاوا من مختلف المناطق من تماما من نواحي صفره وجاوا باش يأزروه يعني أمام المحكمة الاتدائية لمدينة صفره وكما شفنا واحد الناس في بعض الفيديوهات شفتوا واحد المرأة يعني كتدافع إليه بحرقة كتقول لك أنا مستعدة نمشي للحبس في بلاست مصطفى الخصم لأنه هي عارفة عداش وعارفة يعني الشهامة والرجولة ديالها الدراجل هذا وعارفة المصداقية دياله وعارفة مصطفى الخصم شكون هو حيث بالصح مصطفى الخصم ولد الناس ومصطفى الخصم باغي هذا الوطن هذا باغي هذا المغرب هذا كيب غير ريال الحمراء وبا� باغي الخير لهاد البلاد وباغي الخير لولاد البلاد وتحياتي مرة أخرى للقضاء المغربي والنيابة العامة وكذلك الضابطة القضائية شكرا لكم بزاف السلام عليكم أخي المجتمع نحن نعلم أن ما قام به هو الجهر بالحق ليس إلا ما قام به مصطفى الخصم أنتم تعلمون أنه الجهر بالحق ليس إلا هذا الحق سنبسطه أمام نيابة العامة وستخدوا القرار على ضوئه لأنها مخولة بإجراء المتابعة ما شاهد حق مصطفى الخصم بوحده حق جميع من يرتكبوا جرائم ولا شك أن في تلك الأقوال التي قال بها مصطفى الخصم جرائم رسكبت من طرف الغير نحن مطالبون الآن بإثباتها وستخدوا العدالة ومجرها في مواجهة الجميع من دبا شهرين غلطة قيب نيابة العامة من جديد شكرا لكم